رئيس الفرنسي مانويل ماكرون قاعدة العسكرية الفرنسية بمدينة جاو شمال مالي في أول زيارة له إلى إفريقيا بعد انتخابه رئيسا لفرنسا خلفا لفرنسوى أولاند وقد دعا ماكرون إلى التعبئة من أجل مواجهة الإرهاب كما طالب بتطبيق اتفاق السلم والمصالحة الموقع بين الحكومة المالية والحركات الزوادية وحث مجموعة دول الساحل على تفعيل وتسريع وطيرة عملها المشترك نتابع التفاصيل في التقرير التالي الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يحط بمدينة جاو شمال مالي في أول زيارة له لبلد إفريقي منذ انتخابه رئيسا للجمهورية خلفا لرئيس السابق فرانسوى أولاند فقد قرر ماكرون أن يكون أول ظهور له في إفريقيا من خلال القاعدة العسكرية الفرنسية في شمال مالي حيث استقبله نظيره المالي إبراهيم أبو بكر كيتا رسالة ذات دلالة أراد إمانويل تعبر عنها من خلال هذه الزيارة وأكد على ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حيث أكد على التعبئة الفرنسية والأوروبية والأممية من أجل محاربة الإرهاب كما دعا إلى التطبيع السريع لاتفاق السلم والمصالح الموقع بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية منذ أزيد من عامين وبإشراف من الجزائر ودعا مجموعة دول الساحل إلى تفعيل وتسريع وتيرة عملها المشترك وتأتي زيارة ماكرون للقوات الفرنسية في شمال مالي للتأكيد على استمرار فرنسا في التزامها العسكري بالبلاد وهو النهج الذي أطلقه سالفه فرانسوى أولاندا كما تتزامن الزيارة مع تصريح للموثل الأممي جانبير لكروا خلال زيارة له لباماكو بأن قوات تدخل سريعة تتكون من أصحاب القبعات الزرق السنغاليين سيتم نشرها قريبا في وسط البلاد لمواجهة أعمال العنف التي تحصل هناك ويشهد مالي ووسط مالي إضطرابات أمنية عرفت تفاقما خلال الأشهر الأخيرة حيث تزايدت الهجمات ضد الجيش المالي والقوات الفرنسية ضمن عملية براخان والقوات الأممية وقد تبنى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المعلنين عن تأسيسها حديدا بزعامة إياد أغغالي عددا من الهجمات نفذت خلال الأسابيع الأخيرة ومعنا في الستوديو دكتور أحمد ولنداري باحث أستاذ جامع وباحث في العلوم السياسي والعلاقة الدولية أهلا وسلم أهلا وسلم دلالة أن يزور أي مانويل ماكرون في أول زيارة له إلى إفريقيا القاعدة العسكرية في شمال مالي القاعدة العسكرية الفرنسية طبعا طيب بسم الله الرحمن الرحيم أولا نشكركم على هذه السانحة الكريمة فيما يتعلق بالرسالة التي يريد أن يوصلها ودلالة وصول ماكرون إلى مالي طبعا هي دلالة مهمة جدا أنه يريد أن يقول أنه فرنسا لن تترك إفريقيا ولن تترك مالي وهي وفية بالتزاماتها في محاربة الإرهاب إلى غير ذلك لكن لكي نفهم أكثر من الذي يريده علينا أن نعلم أولا من الذي رافق ماكرون في زيارته اليوم طبعا هو زار اليوم الجمعة مدينة قاو في مالي والتقى بكيتا هناك الرئيس المالي في قاو تحديدا حيث القاعدة العسكرية الفرنسية الكبيرة كما نعلم التي تضم 1600 جندي من رافق ماكرون في هذه الزيارة رافقه وزير الجيوش ووزير الخارجية وأوروبا ومسؤول الوكان الفرنسي للتنمية بمعنى أن حتى الرسائل التي اتواجهها في خطابه كانت ثلاث رسائل يعني كأنه أراد أن يقول من ناحية نحن ملتزمون بمكافحة الإرهاب وفرنسا لديها القوة لتستمر لكن لن تستمر وحده وإنما أوروبا يجب أن ترافقها في ذلك وخاصة ألمانيا التي لها ثقة كبيرة في المنطقة نعلم أنه بعثة الأمم المتحدة أكبر قوة متواجدة فيها ألمانيا الرسالة الثانية هي أن تطبيق اتفاقية السلام التي وقعت في الجزائر في العام 2015 يجب أن يعجل ويجب أن يكون هناك تطبيق ملموس لهذه الاتفاقيات على أرض الواقع وفرنسا سترعى هذه الاتفاقيات وتريد لها أن تستكمل الرسالة الثالثة والأخيرة هي موجهة إلى مجموعة دول الخمس طبعا الساحل فيما فيها موريتانيا وماليكا أنه عليكم أن تسرعوا من وطيرة الإصلاحات في هذه المؤسسة وأيضا يجب أن تستكمل قوة التدخل السريع بأسرع ما يمكن لأن فرنسا تريد لهذه القوة أن تبدأ في التحرك طيب هو إيمانويل ماكرون بهذا إذن يحذو حذو فرانسوا أولاند في سياسته تجاه مالي يعني تبقى القوات الفرنسية موجودة في مالي تحت يافطة محاربة الإرهاب لا بالعكس هو أعتقد أنه يريد أن يعطي رؤية مخالفة هناك دائما انتقاد لفرنسا في سياسة فرنسا في إفريقيا أنها معسكرة أكثر من اللازم أنها سياسة عسكرية ليست لها جنحة تنموية أو غير ذلك فهو يريد أن يوجه رسالة جديدة أن فرنسا لديها سياسة جديدة هذه سياسة لديها ثلاثة ركائز وليست ركيزة واحدة ركيزة عسكرية ولكن أيضا ركيزة ديبلوماسية وركيزة تنموية لأنه كما تعلم مشكلة الإرهاب من التعقيد بمكان لا يمكن مقاربته من وجهة نظر واحدة واعتقد أن ماكرون مصيب في هذه قضية التنمية هي لب وجوهر العمل في مكافعة الإرهاب عمل مكافعة الإرهاب الحقيقية تبدأ بالتنمية وبأن تتوقع فرنسا عنها بثروات المنطقة ولماذا فرنسا يعني بالضبط حريصة على أن يظل لها وجود عسكري في مالي تحت يفطة محاربة الإرهاب طبعا فرنسا لا يمكن أن تترك غرب إفريقيا بشكل كامل وليست فقط مالي خصوصا أن هناك نفوذ أمريكي متزايد في المنطقة فهي لا تريد أن تترك للولايات المتحدة الجمل بما حمل كما يقال في فرنسا لها مصالح كثيرة محاربة الإرهاب ليست سوى واجهة واحدة للإبقاء على هذه المصالح طبعا تهمها محاربة الإرهاب في المنطقة لأن منطقة ساحل تتعلم منطقة تنتقل منها مشاكل كثيرة جدا إلى أوروبا لكن فرنسا أيضا لا تريد أن تترك محاربة الإرهاب للولايات المتحدة مثلا لباقي دول وإنما تريد أن تتواجد بقوة وتريد أن تدعمها أوروبا في نفس هذا الاتجاه ورغم ذلك حضورها منذ عام 2012 و13 في الشمال المالي وحضور القوات الأممية وحتى الجنود المالية لم يستطع أن يضع حدا للعمليات الإرهابية التي تنفذ من حين لآخر هل هو فشل جماعي مشترك؟ طبعا هو فشل للسياسة العرجاء التي تقوم فقط على مقاربة أمنية وعلى إظهار القوة العسكرية أو سياسة العصة سياسة العصة فشلت بشكل كامل ومن الواضح أن حتى ماكرون يريد أن يستبدل هذه السياسة يريد أن يقدم سياسة جديدة هو وعد بأن هناك 470 مليون أورو ستقدمها فرنسا للمنطقة ولمالي بشكل أساس في الأيام القادمة ربما وفي السنوات القادمة بمعنى أن هناك مقاربة تنموية جديدة لفرنسا في المنطقة نعلم أن ماكرون بشكل عام هو وسطي شيئا ما يحب دائما المقاربات الوسطية يحب دائما أنصاف الحلول لا يحب أن يذهب إلى اليمين أو إلى اليسار حتى نعلم أنه حتى أثناء الحملة انتخابية أنت تعلم كان من دعم ماكرون كان دعمه الحزب يساري الحزب الاشتراكي آمون على ما اعتقد رئيس الحزب الاشتراكي ودعمه أيضا فيون من أقصى اليمين الحزب الجمهوري وهو حزب يميني بالتالي دائما سياسته تقوم في سياسته حتى الخارجية حتى في المسألة السورية يحاول من ناحية أن ينبذ نظام بشار الأسد ولكن من ناحية أخرى أن يقدم دعم محدود للمعارضين فهو دائما يحاول السير على وسطية وهذا ما يحاول حتى تطبيقه في إفريقيا هل تكون سياسته إذا تجاه إفريقيا التنمية أولا؟ لا أعتقد أن التنمية أيضا بانفردها ويعني في النهاية المقاربة العسكرية هو يبقي عليها ويؤكد على ذلك والدليل على ذلك هو زيارته لجنود الفرنسيين هو وعد بهذه الزيارة أثناء حملة الانتقابية وأعتقد أن اليوم من ناحية يحاول أن يوفي بأحد وعوده الانتقابية لكن من ناحية أخرى يحاول أن يرفع معنوية هذه الجنود خاصة أنهم واجهوا مشكلات كثيرة ويحاول أن يؤكد أن فرنسا لا زالت قوية ولا زال لديها جيش يتصدى لهذا الإرهاب ولن تترك مسألة الإرهاب الجديد في هذه المسألة فقط أنها لن تعمل بانفردها وإنما تريد من أوروبا أن تعمل معه وأعتقد أن هذا ما اتفق عليه أثناء زيارته لألمانيا نعلم أن زيارته الأولى الخارجية كانت لألمانيا والثانية اليوم إلى مالي بمعنى أن زيارة الأولى ربما اتفق مع ميركل على العمل سويا في مالي وفي غيرها من مناطق وبالتالي تكون سياسته هي أن يكون لفرنسا شركاء في مالي بالتحديد نعم شركاء وشركاء أوروبيون بالضبط هو يريد لأوروبا أن تعمل مع فرنسا لا تعمل فرنسا بمفردها ولا يريد مشاركة دولية لا يريد مثلا الولايات المتحدة هو يفضل دائما العمل مع أوروبا وخاصة ألمانيا وهذا في نوع من البراغماتية حتى لأنه نعلم أن ألمانيا كما ذكرت لك سابقا هي القوة الكبرى داخل بعثة الأممية في مالي وبالتالي سيكون العمل معها إلى حد ما أسهل خصوصا أن هناك تقارب في وجهات النظار وتقارب في السياسة الخارجية نعلم أنه ليس جديدا حتى منذ العام 2003 هناك تقارب بين السياستين الألمانية والفرنسية الدكتور أحمد ولنداري أستاذ جامعي وباحث في الأولوما السياسية والعلاقات الدولية شكرا جدا